بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لا زال حديثي معكم عن موضوع أسباب تقوية الروابط الاجتماعية وكنت قد تحدثت في اللقاء الماضي عن دور العبادات في تقوية الروابط الاجتماعية وقلت أنها من أبرز الوسائل التي تعين على التقارب والتواصل والمحافظة على التآخي والتآلث بين أفراد المجتمع الواحد وتحدثت كذلك عن أثر الواجبات الاجتماعية الخاصة ودعوة الإسلام لأسباب التآلف الاجتماعي وفي هذا اللقاء سأكمل الحديث عن بقية الأسباب فأقول مستعينا بالله تعالى السبب الرابع دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة وقد كنت أيضا بيّنت في لقاء ماضي أهمية الأخلاق الفاضلة في بناء المجتمع المسلم باعتبارها من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها في تكوين المجتمع الإسلامي وأنها من الأسباب الرئيسية في المحافظة على لحمة المجتمع المسلم وهنا أؤكد عليها أيضا باعتبارها سببا رئيسا في تقوية الروابط الاجتماعية وإن من أهم المكارم الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام ما يلي أولا التزام الصدق والحقيقة دائما ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال ومن ذلك الصدق في المعاملة وفي العمل وفي الحديث والوعد ورد الأمانة ولا يخفى أن للصدق ثمرات يسعد بها الفرد والمجتمع ومن ذلك راحة النفس واستقرار التعامل بين الناس وكسب ثقتهم ونحوها مما يزيد في تقوية الروابط الاجتماعية ومن الصفات التي تدل على حسن الخلق أيضا البشاشة وطلاقة الوجه وهما من أهم الأسباب التي تقربك من الناس وتوثق علاقتك بهم وتكسبك محبتهم وثقتهم ومن الأخلاق الحسنة أيضا المداراة والتلطف بالآخرين والمداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاق عليهم في القول والرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وهنا أنبه أيها الإخوة الكرام إلى الفهم الخاطئ عند بعض الناس لأن بعض الناس يظن أن المداراة هي المداهنة وهذا خطأ لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة لأن المداهنة عبارة عن معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو عليه من غير إنكار فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق والمداراة بذلك والتلطف بين الناس تعتبر من أهم عوامل جذب وكسب الآخرين وهي تحبب بعضهم إلى بعض فيثقون في بعضهم ويعتمد بعضهم على بعض بأريحية وثقة وهناك قيم إنسانية وأخلاق فاضلة أخرى لا تقل أهمية عما سبق بيانه ومن ذلك طيب الكلام والتواضع والأمانة والحلم والكرم والعدل والإحسان والإيثار وبذل الجاه والمعروف للآخرين وإيقاثة الملهوف والإصلاح بين الناس وفي مقابل ذلك حذر الإسلام ونهى عن كل خلق لأيم سيء يسخط الله تعالى ويجرب الشرور والآثام على صاحبه ويضر بالمجتمع ويفقده الأمانة والاستقرار ومن ذلك مثلا الخيانة والشح والكبر والتجسس على الناس وسوء الظنبهم والنميمة والأصل في عموم ما سبق من الأخلاق الحسنة وضدها قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أما السبب الخامس من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية فهو تشريع الإسلام للتكافل الاجتماعي وهو ممن فرد به الإسلام عن غيره من النظم حيث حفظ للفرد حقه في العمل والكسب وحفظ للمجتمع حقه على الفرد في المعونة والتضامن وبيان هذا فيما يلي أولا في تشريع فريضة الزكاة فالزكاة وسيلة مهمة من وسائل تقوية الروابط الاجتماعية تذهب الغلة والطمع من نفوس الذين لا يملكون ما يكفيهم تجاه أولئك الأغنية الذين يتناعمون ويتلذذون أيضا من صور التكافل الاجتماعي تشريع زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير شرعت سدا لحاجة المحتاجين ومعونة لهم ليشاركوا بقية أفراد المجتمع بفرحة العيد بعيدا عن الحاجة والسؤال ويلاحظ في هذه الصورة وهي زكاة الفطر أنها من وسائل التكافل الاجتماعي التي تلزم مئات الملايين من المسلمين الميسورين ويستفيد منها أيضا مئات الملايين من المسلمين الفقراء والمحرومين ومن مظاهر التكافل الاجتماعي تشريع النفقات الواجبة فقد فرض الإسلام لبعض الأقارب أنواعا من النفقات يلزم دفعها إليهم ومنها النفق على الزوجة لأن الزوجة تفرق أوقاتها وتحبس نفسها للقيام بشؤون الزوج والأولاد ورعاية البيت والأسرة أيضا من النفقات الواجبة نفقت الرجل الموسر على والديه وأولاده وأقاربه المحتاجين ومن صور التكافل الاجتماعي أيضا تشريع واجبات مالية أخرى تكافلية حيث أوجب الإسلام تشريعات مالية أخرى على المسلمين مثل النذور والكفارات ودية القتل الخطأ الذي تحمله العاقلة والمواريث ولم يقتصر الإسلام في تشريع ما يحقق التكافل الاجتماعي على الزكوات والنفقات والصدقات الواجبة بل قوى ذلك وعضده بالدعوة إلى البذل الاختياري ومن ذلك ما يعرف بالصدقات التطوعية التي يبذلها المسلم الفقراء والمحتاجين ونحوهم كالصدقة النافلة المطلقة والصدقة الجارية وهي الوقف والوصايا والعواري والمنح والقروض الحسنة والأعطيات والهبات والهدايا أيضا وهي من صور التكافل الاجتماعي وأعمال البر والإرفاق التي يقصد بها التيسير على الآخرين وتفريج كرباتهم والتحبب إليهم طمعا في ثواب الله جل وعلا أما السبب السادس من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية فهو دعوة الإسلام إلى الخوار والجدال بالتي هي أحسن فمما لا شك فيه أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية لكل البشر على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقد اعتمد الإسلام في عرضه لدعوته على أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن وجعل ذلك فريضة من فرائض الدين فقال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن يراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها الكثير من الوقائع التي أثر فيها الحوار والجدال الحسن في تخلي كثير من الأفراد والجماعات عن معتقداتهم وقناعاتهم وسلوكياتهم الخاطئة فاعتنقوا بذلك الإسلام ورضوا بتعاليمه وتشريعاته فانتشر الإسلام وساد بسببه الأمن في الأوطان وتحقق الاستقرار في المجتمعات وقوية الصلاة والعلاقات بين أفراد المجتمع الواحد اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة والتآلف والوفاق بين أفراد أمتنا والحمد لله رب العالمين